السلام عليكم كيف حالكم يا شباب معكم من قناة كيكي تيفي اليوم عندي فيديو مميز فيديو جميل عن خمس ألعاب الأنمي اللي نزلت في هذه السنة في ألعاب كثير إكل الناس ما جربتها فممكن أن تتابع الفيديو هذا تابعه كامل حلو وشوف ألعاب اللي راح أذكره نزلت في السنة هذه ممكن تغيرها وتأخذها وتلعبها فأخليكم مع المقطع طبعا يا جمعة الخير لا تنسونا الاشتراك واللايك والنشر هذا جدا يهمنا فيلا لاتس جو طبعا اللعبة غنية عن التعريف الكل يعرفها واللعبة الأسطورية والرهيبة المميزة دراجون بول زد كاكروتو طيب إحنا كوه شي طبيعي إحنا كلنا عارفين قصة دراجون بول زد ولكن هنا اللعبة فيها كان تميز جدا رهيب أوش اللعبة أكشن أر بي جي نظام ليفلات تتقابل عدو مثلا ليفله خمسين وانت حتى لنك سوبر سيان تين ما راح تقدر تهزمه لازم يكون ليفلك أعلى منه عشان تهزمه نظام القتال جدا رهيب فيها احتراف يعني فيها مينت تعرف تسوي كامي هامي ها تعرف مينت تسوي فايلة لون فلاش تقدر انت تحدد بنفسك مينت تسوي الضربات هاد واللعبة ترا فيها صعوبة مش سهلة أبدا واللعبة الحلو فيها ان عالم مفتوح تقدر تتمشى وتسوي المهمات الجانبية تبتسوي مهمات القصة شوف التحولات الجرافيكس الخرافي الرهيب الألوان اللي يغذي العين كان شي خرافي يا جماعة حرفيا كان شي جدا رهيب اللي ما جرب اللعبة جربها الآن انه في ديال سي قادم حيكون في سوبر سيان بلو خليكم جاهزين حنيجي في اللعبة الثانية اللي هي سورد ارت اولاين كثير الناس تابعوا الانيمي هذا مرة كثير وجد الانيمي مميز وفكرته مرة رهيبة طيب حنيجي دحين هنا في اللعبة كيف هيطبقونها بشكل رهيب ويكون ممتع اللعبة حرفيا ممتعة عالمها ضخم استكشاف تروح هنا تروح هناك تاخذ يعني حتى شخصيتك الأساسية تطورها طبعا وطور السيوف والدروء والقدرات وحتى يكون معاك زملاء يساعدوك تضبطهم بالقدرات وهذا وتقدر تلعب فيهم اللعبة جدا الخرافية في ناحية الفايتات ناحية البوسيس ناحية القصة من أشياء جدا كثيرة نظام اللعبة حلوة فيها مهمات رئيسية ومهمات جانية الجانبية التنوع اللي فيها رهيب من ناحية المهمات الجانبية والناحية القصة حتشوفوا أعداء جدد وحوش كبار أقوية فيها صعوبة ويبغالها تركيز يعني مش درعم والسلام عليكم لا حبيب يبغالها تكتيك توزع الشخصية هنا والشخصية هنا هذا مثلا الماجيك وهذا كهيلر وهذا مدري وهكذا يعني يبغالها تخطيط اللعبة يا جماعة جدا خرافية مميزة اللعبة سورد أرت أولاين حرفيا مره رهيبة على ما مفتوح ونظام الليفل وتقوي الشخصيات مره رهيبة اللعبة يا جماعة اللي جربهاها أذكر لي بالله في التعليقات تحت ويش رايكم في اللعبة سورد أرت يبدأ حين حنيجي العاب الناس يقول لك مهند أنا صراحة ما حب نظامه ألفل أبا خوش وأضرب جبت لك اللعبة التي تبغاها ومحبوبة عند الجميع وان بيس بايرت ووريورز فور حبيبي هذه اللعبة خوش بمئتين مليون عدو وجلد أعطيه على عينه أدعسهم تدعيس شيلهم مرة واحدة زي ما سوي سونتوريو زي ما تفوي كل الضربات فيها إيش هل ما يستمهدي في اللعبة هل فعلي بس مهلا بس أروح وأضرب كده وامشي لا فيها تحديات فيها يعني نظام يعني زي ما قول تحديات شالينجات تسويها مثلا تقتل بسرعة كما العدد اللي تقدر عليه طيب حنيجي من نحط القصة نحط القصة هي موجودة حاليا اللين تقريبا أرك الكعك اللي هو عند بيكو مامو طبعا طبعا ما هلت أقدر ألعب غير قبعة القش نعم تقل تلعب بكاتاكوري تقل تلعب بيكو مام كايدو شخصيات متنوعة مو بس تلعب طاقم القبعة القش الولوفي وزورو سانجي لا ديك تلعب بأغلب الشخصيات الشريرة بيكو مام كاتاكوري في شخصيات كمان جاية في الطريق شخصيات تقدر تلعب فيهم هنا يا حبيبي خش هنا في وجه العدو ودي له في عينه طب بكل الحركات اللي تشوفها في الأنمي كلها تشوفها قدامك كده بمئات الجنود بمئات الأشرار تشيلهم شايلة واحدة هذا كان لعبة رهيبة اللي ما يحب نظام يا أخي وهذا يا مهنة قدرات وظبط أبا خوش وأضرب هذه اللعبة راح تناسبك وغير كده محبين وان بيس جربوا اللعبة هذه متأكد مليون في المية اللي جربها يا جامعة الخير أذكر لي في التعليقات تحت إيش رايكم كانت إيش رايكم في اللعبة وده حين محبين الكورة كابتن سبسة هذه من الألعاب الصراحة استبدعت فيها كان شي خرافي كان جد يا أخي طريقة اللعب أوكي صح في بعض الأخطاء البسيطة ولكن هي تنحل ونحلت الحمد لله ولكن يا أخي نظام الضربات يا أخي يغذي العين الأصوات شوف الضربة كابتن هذا وليد اللي حين نسميها يوم زمان وهذا كان مرة رهيبة اللعبة رهيبة بديك تسوي فريق خاص فيك تطور تحط يعني أنت بديك يا حبيبي تمسك كده الفريق أنت اللي تبغى كده تصمم أنت تبغى بالشعارات باللبس وتضبط كل حاجة وتصمم شخصية خاصة فيه كمان تقدر وتضيفها ولما تلعب مع كثرة اللعب تحديك تضيف قدرات متنوعة يعني تخيل تضيف قدرات تسوبسة هيوغا شنايدر ومدرمين مو شنايدر اللعبة الحقيقي لا ترا فيه في اللعبة في لعب اسم الشنايدر شنايدر أمام ما تشيل الشنايدر وقدرات هدول يكلهم تحط في شخصية واحدة يعني حيسير هذا سوبر هيرو حرفيا طيب نظام الفريق اللي تسويه انت وتلعبه أونلاين يمديك انت تضبط الفريق الحبيب تحط الحارس الفلاني حط هذا تحط هذا تحط حط يعني تخلي الفريق هذا فريق فريق الكرة الأرضية هذا يسمى جواد من الحال آلم كله تحطه في الفريق هذا وتجلدهم جلد طبعا إذا كنت لعيب طبعا إذا كنت مرة توم في اللعب سيء جدا فتاكل على عينك فاللعبة مميزة ورهيبة فيها طور القصة وطور الأونلاين وفي طور لما تصمم الشخصية خاصة فيك وتلعب 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 شجد الرهيب كمان بديكت لعبة انتهو ضد أصحابك كده جنب بعض كده جلب اديلوا في عينه فرهيبة اللعبة طيب دا حين حنيجي في لعبة الفايتينج اللي هي وان بانشمان كثيرا اوما اسمعنا اللعبة هادي وان بانشمان قلت ايواء اكيد انا هختار سيتما اللي هو انا تدي بوكس وحيخسر اللي قدامي فالهي في الواقع مرة لا مرة لا اللعبة مختلفة كليا هي لعبة فايتينج اوكي يعني زي تكن والنظام هذا ولكن هنا تصمم الشخصية اللي انت تسويها انت كده كده امسك الشخصية ده بزبطها يمديك تزبط سيتما ترى بس انه ما ما انصحك تسوي شخصية كده خاصة فيك وبعدها بدين فيها طور القصة وطور التحديات في طور البطولات وعلمها كبير تتمشى وتروح تكلم وفلان واشياء مرة كثيرة هي فعلا فيها طور القصة وحلوة واذا تأخرت في القتال اذا ما هزمت العدو ايجا سيتما طبق اذا كيودع الملعب حرفيا هذا اللي بيس في اللعبة انها رهيبة يعني اذا شفتك شافك تأخرت ما قدر تهزم العدو فايجيك سيتما طبق على طول يشلك هي في اللعبة فيها صعوبة فيها تحديات وفيها نظام الليفل تطور شخصيتك طمعا وتحط القدرات وتزبط يعني هاد اللعبة كتمخ مخة تقول يا حبيبي كده وتزبط الفريق وضرب وفرش وهذا وتزبط وفريق انا قلت فريق اقذي شخصيتك تزبطها ويا حبيبي وانزل يا حبيبي وانفي وانو تعال حبيبي بسوي رجال هيا تعال دبوف بس لا تسوي رجال قدام سيتما لانك بتاك ولا على عينك اصلا ما يمديك تلعب ضد سيتما اصلا فاللعبة رهيبة ترى اللي ما جربها ممتع ورهيبة ترى يجي منها ترى حلوة وبهجب على خير وصيدنا هذا الفيديو اتمنى يكون فيديو خفيف لطيف عليكم وشكرا لكم على المشاهدة كامعاكم مهلا من قناة كي كاي جي في دراكم على خير بإذن الله السلام عليكم